يعد المستثمرون من أكثر الجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية حيث يعتمدون في اتخاذ قراراتهم المختلفة على تلك المعلومات الصادرة من النظام المحاسبي للشركة سواء تلك القرارات المتعلقة بالشراء أو القرارات المتعلقة بالبيع وكذلك أيضا القرارات المتعلقة بالإبقاء والحيازة على ما في أيديهم من استثمارات وبالنظر إلى مجموعتين المستخدمين للمعلومات المحاسبية سواء كانوا من داخل الشركة أو من خارجها نجد أن هناك فرعين رئيسيين للمحاسبة ظهر حقيقة للوفاء بالاحتياجات المتخصصة لكافة المستخدمين من داخل الشركة أو من خارجها هما المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية ويمكن القول أن المحاسبة المالية هي نظام للمعلومات صمم أساسا لإشباع احتياجات المستخدمين من الخارج بينما المحاسبة الإدارية هي أيضا نظام للمعلومات صمم أساسا للوفاء باحتياجات المستخدمين من داخل الشركة والجدول التالي يوضح أهم الفروق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية سواء من ناحية مصدر السلطة أو من ناحية وقتية المعلومات التي يتم التقرير عنها ومن ناحية المجال والهدف أو من ناحية نوع المعلومات أو من ناحية شكل التقرير أو من ناحية تركيز التقرير القوائم المالية والتقارير المالية تعد القوائم المالية هي الهدف النهائي أو المخرج النهائي للنظام المحاسبي فهي بمثابة الوسيلة الرئيسية التي تستخدم في توصيل المعلومات المالية أو المعلومات المحاسبية للأطراف الخارجية وتضم هذه القوائم قائمة الدخل قائمة التغيرات في حقوق الملكية قائمة المركز المالي قائمة التدفقات النقدية وكذلك أيضا تعتبر كافة الإضاحات الملحقة بالقوائم المالية جزءا مكملا لها وأيضا بالإضافة إلى ما سبق بعض التقارير المالية التي تعد سواء بواسطة مجلس الإدارة أو الجداول المرفقة بالتقارير السنوي للشركة أو نشرات الاكتتاب أو التقارير المقدمة للجهات الحكومية إلى آخر التحديات التي تواجه المحاسبة المالية لا شك أن هناك العديد من التحديات التي واجهت وما زالت تواجه المحاسبة المالية وتتمثل أهم هذه التحديات في الآتي المقاييس المالية وغير المالية حيث فشلت التقارير المالية في تقديم بعض مقاييس الأداء الرئيسية التي يمكن استخدامها بواسطة الإدارة أيضا المعلومات المتعلقة بالمستقبل حيث يمكن القول أن التقارير المالية فشلت أيضا في تقديم معلومات تتعلق بالمستقبل هذه المعلومات التي تكون مطلوبة من المستثمرين أو من الدائنين الحاليين والمرتقبين كذلك أيضا من التحديات التي تواجه المحاسبة عن الأصول غير الملموسة حيث تركز القوائم المالية في التقرير عن الأصول المادية الملموسة فقط وأوضح مثال على ذلك قيمة الموارد البشرية في المنشآت والتي لم يتم التقرير عنها في الماضي أيضا التوقيت فالقوائم المالية تعد بشكل ربع سنوي وتراجع سنويا ولا توجد معلومات محاسبية متاحة بشكل فوري أهداف التقارير المالية من العرض السابق يتبين أن الهدف العام للقوائم المالية هو توفير معلومات محاسبية مفيدة لكافة المستخدمين ولذلك يمكن القول أن أهداف التقارير المالية تشتق أساسا من احتياجات المستخدمين الخارجين من المعلومات المحاسبية وغالبا ما تعرف هذه القوائم المالية بالقوائم المالية ذات الغرض العام لأنها تعد لخدمة جميع المستخدمين الخارجيين وتتمثل هذه الأهداف في الآتي واحد توفير معلومات مفيدة لقرارات الاستثمار اثنين توفير معلومات مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المتوقعة ثلاثة توفير معلومات مفيدة عن موارد المنشأة والمطالبات المترتبة على هذه الموارد والتغيرات في كل منهما التأثير المتبادل بين المحاسبة المالية والبيئة المحيطة المحاسبة المالية شأنها شأن باقي العلوم الاجتماعية والإنسانية تتأثر بالبيئة المحيطة بها والتي تتكون من العوامل والظروف والقيود والمؤسرات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو قانونية ونظرا لتغير هذه العوامل وتلك الظروف والقيود من آن لآخر فإن أهداف واستخدامات بعض الإجراءات المحاسبية أيضا تتعرض للتطوير المستمر الأمر الذي يمكن القول معه بأن نظرية المحاسبة تتغير لتواكب التغيرات في الطلب على المعلومات المالية وفي الوقت المعاصر نجد أن هناك العديد من تلك العوامل التي أثرت في المحاسبة المالية وأهمها نضرة الموارد الاقتصادية اثنين المفاهيم القانونية والأخلاقية السائدة في المجتمع والخاصة بالممتلكات والحقوق الأخرى انفصال الملكية عن الإدارة نتيجة كبر حجم الشركات مشروعات تأثير وحدة النقط تأثير النظام القانوني تأثير النظام التعليمي السائد في الدولة تأثير النظام التعليمي السائد في الدولة